هنبدأ حلقتنا النهاردة من يحكى أنا وهنبدأها بالفقرة الأولى أو بالجزء الأول وهتكون عن الكلام عند الأطفال إمتى الكلمات الأولى؟ يعني في عمر قد إيه الطفل يبتدي يتكلم؟ وإيه هو أفضل وقت للكلام مع الطفل؟ وإيه اللي الطفل بيحتاجه علشان يكتسب مهارة الكلام؟ وهل الكلمات الأولى لازم تكون ماما وبابا؟ ولا ممكن تكون حاجة تانية؟ وإزاي نساعد الطفل في تنمية مهارة الكلام عنده؟ سألنا الأسئلة دي لمجموعة من حضراتكم في تقرير مصور يلا نشوف التقرير ونرجع نبدأ حلقتنا أحسن نحن ممكن نكلم فيه الطفل يعني ممكن مثلا من سنتين ونصر لتلات سنين من أول سنة بيبدأ يقول كلمة لجمع كلمة يعني مش هعارفة سرعة ممكن بعد سنتين أعتقد النس طول ما أنا قاعد معاه أكلم واسلا لو أنا أتفرج على التلفزيون يعني أطفي التلفزيون شوية وأتكلم معاه مثلا أقل أنه عنده مثلا مصاصر شتت أن أتكلم معه أكتر بيبتدي من سنة سنة نص وممكن قبل كده كامل ماما وبابا ويال أول حاجة أقول بابا بيبدأ يتعرف على الأبو وأمه والدته الناس اللي أكتر بيقى بيتعايش معها وأكتر ناس بيتعرف عليها أكتر ناس لقبلية وبيتعاملوا معاه كتير يوميا بشكل ديريكت على طول على مدر اليوم وفترة كبيرة جدا فأكتر ناس بيتعرفوا عليهم يعني هو بابا ماما تيتا كلاملوا أفراد الأسرة